يعني العكس دي الفارق الفتح الريباطل اللي بدات قريبا موبكير فغادي يكون واحد اللعائة في اخر البطولة فالعكس دي الفارق الجيش المالكي اللعيبين يلا بديتوا يلا بديتوا يلا بدينا يلا بدينا وتال لاعبين عندهم واحد لون في باش يعني كما قلت لك ضيعنا بنا في يمكن هدوك هدوك اللعابة قاعدين مكانوش كيل ابوهم العمري فالزمادي رجعوا بغويبين وبأنهم فام طابعت الحال فاشك تيجا تحس بان لان مدرب العمري مكانش يعني مكانش يتحس معك في الكورة تقريبا في يعني كين انشي حسابات خارج كورة القدم فاللعبين اعطاهم هذا واحد الشيء واحد الحافيز باش ان شاء الله مع مصطفى مديح باش نقدموا مقابلات كبيرة وفارق الجيش المالكي معروف تلعب على الألقاب فمنسموحش لنا يعني هذه المقابلات الماجية ان شاء الله باش نحاولوا في اي مقابلة نحاولوا نحصلوا على ثلاث نقاط لا المشكل ديال الجيش المال عمري هو مشكل كان مصوب ماشي طبيعي ان لا يعقل باش باش بناني كل عمري نقولوا القديوي سير بحالك ونقولوا الالشاهد اللي معنا ما ندروا بيكو ونقولوا لبعض اللاعبين اه خصنات تكسعونونا باش بشي بحاله العمري ومني جي ما ديح كل شي يرجع وكل شي بي خير كل شي في امن له لانوك اه داشي اللي وقال العمري كومون ديتي العمري ما صلحش مدرب الجيش المالكي يتونشوز مك ما خصناش الفرعو الفرقة باش نصفتو العمري بحاله خصناش تكو عندنا الشجاعة الادبية باش خول العمري سيدين سما صلحناش كبروفيل اللاعونك ومنضيعوش لاخلك ومنضيعوش الجيش اللاعبين كان مشاكل مع необاري من اللي بش العامري جاء مادح للعبك يعرفوه لا ولكن بمعيات بعض الأعضاء المكتبين هدفي أخر اللي ما قدوش يتخلصوا من العامري بطريقة علمية سهلة أجيسي العامري خليك أنت مصالح لناش وتخلصوا بي على طريق نتائج غير منتظرة الجيش حيث الجيش رماشي فرقة ديالارباط وفرقة ديال المسيرين والجيش رماشي نشوفوا التركيبة اللي في اللاعبين ديال الجيش الملكي زماما ماشي محابات ولا كان جاملو يلاخدين اسم باسم رأس مأوازينة ومعني أي مدري بيكون مرتاح أنه يشتغل معهد اللاعبين ماشي معقول ماشي معقول على حساب الفرقان حاربو العامري تماما ماشي معقول احتهد اللاعبين هادو يجب أن عندهم مشكل مثلا مع عزيز العامري فالاحترافية كتخليهم أنهم يبقوا يتدربوا مع الفاريق إلى أن يأتي الفارج كيفما تنقولو لا ممشوز ماذي حدراء ولكن لعبين الآخرين غادروا الفاريق ماشي غادر عن طواعية ما دعوهم مش دخلو ماشي غراعة لواقع ماشي غراعة قانيائية أنا متنققاش حوالش يوقعو متنقاش الشادلي ديرني ارمو ممكن تعاريه تلوه قده الشادلي قالوا سير بحلقة سيدي دابقى لو أجيب المشكل دير الشادلي خاصة يعني أنا قرب للعب الشادلي فهو ما كانش عنده مشكل تقريبا فما كانش ما قالوش لي غاتشي في حال كل شي هو الشادلي كان عنده مشكل معل مع عزيز العامري يعني من بعد مقابلة من المسؤولين يقولون المدرّب ينجلون على الطاولة ومتبع على الفرقة في الجيش هناك مشكلة بين الجنرالات عندهم مدى سيفيل ومتكون مشكلة بين الجنرالات ستوقع على مشكلة الفرقة لا أدراك مشكلة بين الجنرالات وماذا تجيب نادر المياغري وماذا تجيب وماذا تجيب بشكل محلوب وماذا تجيب في الجيش يجب المسؤولين يدخلوا في الجيش من المشاكل تحلول هذا هو ماذا تجيب الجيش الملكية في السنة كان لديهم مشكلة تتير لا أقول أننا نخبّعه أما العمرية قام بها ضحية ممكن أن العمرية لا يصدف بأسهل شيء ونقول أنه سنوات العمرية وقام بها كل شيء على ما يرام مشكلة في العمق مشكلة عمق بكثير من المشكلة العامية احنا دباء معنا مديحو واش دباء كل شي على ما يرام في الجيش ولكن بصراحة يعني بشهادة ديال حكم بأنني تندرب مع الفريق فالجو اللي تدوث فيه فريق الجيش المالكين فعلى أحسن ما يرام يعني الجروب كيما قلت لك مجموع مدرب اللي تتحور مع اللاعبين فكان المشكل يعني أول من بدأ المشكل بغض النظر هنا يعني ما عندنا تشي ديراية بدل المشاكيل هدي فالمدرب العامري فتقريبا في كل حيثات الدريبية كين خيصامات يعني لا تلقى ما بين هو معبان اللاعبين ولا تفتصريحات اللي تيخرج من بعض المبارايات فتتكون تصريحة اللي تتأثر على اللاعب حنا تنعرفوا اللاعب المغربي يعني بكلمة وحدة تقدر ما يبقاش يجي كله نطرعمة هذه معروفة فهو تاويه زاد يعني كما تنقولو زاد فد المشكل اللاعب عنده مناصيب المدرب عنده ناصيب المدرب عنده ناصيب لكن العامري وفرنا له جميع الظروف اللي كخصة توفر لو المتروح والسؤال يقل فتنظلي لما كانت مفرد الظروف اياه مثلا لما بعد ذهب دي العامري جاءوا لعبين فهمات تقريبا ارجع كل شي لكن كانوا عندهم هدي اللاعبين لعبا ارجعوا حتما دي عامري ارجعوا حتما دي عامري ارجعوا حتما دي عامري انا انا اتصفي انا اشتاد ليكلم ايا لا لا ماذا دي عامري ما دي عامري ماذا دي عامري ومنين وقعوا مشاكينا ما دبقى كل شي بي خايف هو هذك شي لكين ما دي هذي 3 سنين الجيش دا البطولة مع الجيش وإهلا نهاية كاس العرش ومنين ندار جبار الجيش سنية مع أونترينو من فيفوري الله هي ديك والأونترينو من فيفوري ما دي هكذا تنمون تسقل لك بشب حلو قعمل المغرب دبقى جاء الله يكمل علي بي خير والله يجعلو هذ المرة يوقع له قلم دك شلي يوقع المغرب سيسامة إلا ما ديح فاريخ معاقد مع مدربة الشهور لأنه غادي نتاهي العقد ديالة نهاية الموسم من حق النادي أنه متعاقد معاقي مدرب وخايد ديس بعادي اللي تيترف دك العام وتختام والعام الجاي ماشي دك العام هتغسيني كونترا الكونترا مزاني وماشدوش أنا عندي كونترا مثلا مع فاريخ في نهاية ديالة الموسم وهذ الفاريق هذا جايب مدرب من دابا باش يشوف أجواء دك شيرا ملحقه ملحقه أنا يخدم نتمنى نتمنى السمادي حي تلو نأخذ لزي سمسن هضرو نتمنى قول نرى قليل مشاكي في الجيش لأجلل العيد الجيش بلاكي كان موديل سمح لي الجيش خولي يقف في 58 ليو أعطين 100 الف اخ وخا وخرا معامر الجيش بلاكي أبيت دل الموديل كيفوستانها هيا ديالة كيفوستانها أولا والتير موس كان في الجيش غرقها وخلاوه حيث كان مكبلوه خلاوه جيريس جيريس جفعوطو جيريس ولكن غرقهم وها جيريس حسبرو علي جيريس لا خليك لا خليك قبل ما والتير موس أول واحد زال من الجيش فوصل العام واسطنبولي في ديستان من بعد بدون تزعموه عام بعد عام من بعد دابلوا الجيش ملاكي كأيِ طفع الفرق العربية كأي طفع فرق العربية لاي我觉得 جيش الملاكي حاليا في التالي هذا ال Hungry أحتفظ كطيرا نحب غير أحب غير ايه 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 احنا هنالفعيق الميتال اه لا حيث المودير او فيه حيث فشكي اكون الضغط اكبر راس صعيب باش تكون تول موديل هذا الموهش كيل تول يناكس ويله الجيش المالاكي ما قدوش يمتصو الضغط وسيك غااب اه ولكن واجسك غااب الا الجيش المالاكي ما عندو مش الضغط بحل الويداد ورأسه ولي اقضوش مش الصور لا الاش انه نجل الجيش المالاكي ننسو عشرين عام وانا هضروع لها سيدناء سيدناء وانا بيتخوزهم شا اسطنبولي فوصل عام شا موس فوصل عام شا صافي وانا بيكتو بي مادح فوصل عام هو مدرم لا تسالة مادح تسالة تسالة العام عدم شاء وانا عشدك البطولة مع مادح كل نهارة كانت طوح النار بحفاس مع التوصي كانو خرج اللي عقله في التلفاز اول مرة ذا الحرارة عقلتي ضغط هداك المدربي فاس مع اخي برا بالدوبلي اللي ي takeaways وينعملو هاكد ويدحي الدغط تصرح هلي يت MARiji من عنده ادخل احتفن تدخل الملعب فيها بعض المرات كان الناس اللي متيكونش عجبهم الحال هذيك شو ولكن ما تنظمش بانه بحال الضغط ديال الجمهورة هذتي يخليك بعدك تخدم فاليز الحمدولله فالمشكل ديال ارجع المشكل ديال العامري فهو اللي خلا يخرج مني يدي هذيك شو لان المدريب فاش يكون صارين في التعامل دياله مع مع اللاعبين فتنظم بانه غينجح فيقدر مثلا واحد يكون خارج من الجروب فوالا ما عاجبك شل حال تحيد ولكن فاش انفو غايبدي خرج اللول تاني التالت هذيك شي فتنظم